تابعوا أحوال الطقس مع موبيليس موبيليس أينما كنتم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد سيستمر الإضطراب الجو المرفوق بأمطار بنسبة للمناطق الشرقية وحتى بالولايات الداخلية أمطار غير مستبعدة ستميز السواحل الوسطى لكن الطقس سيبقى غائم جزيلا على السواحل الغربية بالصحراء الأجواء ستميز إلى الصفاء عادة تشكل بعض الصحب المرفوقة بأمطار بشمال الصحراء لكن ستكون أكثر غزارة ومعتبرة بنسبة لمنطقات السورة خلال هذه الليلة ولسبحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتروح ما بين 10 درجات إلى 13 درجة بشمال الوطن تتعدى 17 بشمال الصحراء 24 بعين صلاح 22 بأدرار لتقارب 31 درجة ببرج بجي مختار وإنجزام عن ظاهرة الغد الحرارة القصوى ستبقى في استقرار لن تتعدى 23 بأسواحل 24 درجة بقلمة سقهراء 17 بي تزيوزو والبيت 18 بي الجلفة والتيارت 23 درجة بيت بيمسان وهران مستغانم 29 درجة بغردايات 39 بيعين صالح لترتفع كلما تجهنا نحو أقصى الجنوب لتقارب 45 درجة البحر نهار الغد سيبقى دائما مضطرب على طول الشريط الساحدي سرعة الرياح 40 كم على السواحل الوسطى سرعة الرياح لن تتعدى 30 كم على السواحل الشرقية والغربية ورياح ستأتين ضمن تسيارات شرقية شمالية شرقية غدا بحول إلى شروق الشمس لخص العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة الخميسة صباحا 38 دقيقة شكرا على المتابعة صحف توركم وإلى اللقاء تابعتم أحوال الطقس مع موبيليس موبيليس أي